بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تفسير احلام وركيا الشرعية. النهاردة هنتكلم عن رؤية المظلة او الشمسية في المنام. هنتكلم عن اهم التفسيرات المتعلقة اه بيها. كمان هنتكلم عن اهم الالوان او الألوان اللي احنا ممكن نشوفها بمظلة أول حاجة رؤية الشخص انه بيحتمي بمظلة فمن الرموز اللي شوية ممكن تدل على عدم قدرة الشخص على تحمل مسؤولية أو أنه هو محتاج دعم أو مساندة كمان المظلة اللي شوية ممزقة من الرؤى اللي بتدل على تعرض الشخص لمشكلة أو لأزمة المظلة الجديدة في المنام فده بشارة بسعادة هو هيحصى بيها خلال الفترة المقبلة الجلوس تحت المظلة من الرموز اللي بتضل على تقرب الرأي لله سبحانه وتعالى والتجرب ده هيكون نتيجة شد أو نتيجة أزمة هو هيمر بيها فهتكون النتيجة أنه هو هيتقرب لله سبحانه وتعالى كمان الفتاة العزباء لما شروا أنها بتشتري مظلة فده بشارة بقدوم خير وبقدوم بركة وبقدوم مال المظلة اللي لونها واردي في المنام لو امرأة متزوجة وشافت المظلة الواردي فبشارة ليها بالحمل القريب كمان الفتاة العزباء لما تشوف الشمسية أو المظلة اللي لونها واردي فبشارة ليها بالارتباط وبدخلها في مشروع جديد للارتباط كمان الشاب الغير متزوج برضو لم يشوف المظلة الواردي فبشارة ليه بالخطوبة وكمان بالارتباط المظلة الواردي كمان ده تخطي مشاكل أو تخطي صعاب أو عقبات كانت ممكن الرأي يقابلها كمان من الرؤى اللي بتدل على تغييرات إيجابية هتحصل في حياة الرأي خلال الفترة الزمنية القريبة كمان المظلة الواردي من الرموز اللي بتدل على السعادة وعلى الاستقرار لو كان الرأي متزوجة كمان من الرموز اللي بتدل على ولادة قريبة وكمان من الرموز اللي بتدل على ولادة سهلة أو ولادة ميسرة لما يشوف الشخص إنه بيفتح الشمسية فتح الشمسية في المنان معنى كده إن فيه شخص قريب من الرأي الشخص ده داعم ليه ومساند ليه في مشكلة أو في عزمة لما نشوف إنه فيه شخص بيعطينا شمسية أو بيعطينا مسالة فده من الرموز اللي بتدل على الزواج أو قدوم خاطب لو كانت فتاة غير متزوجة المظلة الحامرة للفتاة الغير متزوجة برضو من الرموز اللي بتدل على استقرار نفسي وبردو من الرموز اللي بتدل على استقرار من الناحية العاطفية كمان الفتاة العزبية لما تشوف الشمسية فمن الرؤى اللي بتدل على وظيفة هتحصل عليها والوظيفة دي هتكون وظيفة مرموكة كمان لما يشوف الشخص إنه ماشي تحت مظلة أو تحت شمسية والدنيا بتمطر فده برضو من الرؤى اللي بتدل على السعيدة الشمسية الملونة بألوان زهية وبألوان شكلها حالو من الرؤى اللي بتدل على الزواج لو كان الشاب غير متزوج فمن الرؤى اللي بتدل على الزواج كمان من الرؤى اللي بتدل على إنجاب طفل هيكون يعني دي مستقبل وهيكون بور كمان الفتاة العزبية بشارة لها بالزواج المظلة كمان من الرموز اللي هي المظلة الملونة من الرموز اللي بتدل على تحقيق أهداف وتحقيق طموحات كمان الشمسية الملونة أو المظلة الملونة ده رزق ورزق واسع كمان حظ سعيد لما يشوف الشخص إن هو تحت المظلة فمن الرؤى اللي أحيانا بتدل على ممكن طرقه لعمله كمان ما يشوف الشخص سقوط المظلة من الرموز برضو اللي أحيانا بتدل على ارتكابه لزنب أو ارتكابه لمعصية رؤية الشمسية أو المظلة اللي لونها السود في المنام أحيانا بتدل على وصول الشخص لمكانة والمكانة رفيع أحيانا كمان بتدل على قدوم خير أو قدوم رزق برضو أحيانا بتدل على تغيرات هتحصل في حياة الرأي أحيانا بتدل على وظيفة ممكن يحصل عليها والوظيفة دي وظيفة مرموقة الشمسية السودة أو المظلة السودة من الرموز برضو اللي بتدل على مكاسب مالية أو أرباح هيحققها لو كان هو عنده عمل دجالي الشمسية اللي لونها أزرق في المنام ده تحقيق أهداف وتحقيق طموح كمان المظلة الحامرة من الرموز اللي بتدل أحيانا على تعرض الرأي لأزمة صحية خصوصا لو كانت شافة الرؤية دي امرأة حامل المظلة الخضرة من الرموز اللي بتدل على تهم ومسندة من شخص قريب من الرأي المظلة السودة للطالب برضو من الرموز اللي بتدل على نجاحه وعلى تفوقه لما شوف الشخص إنه هو تحت المظلة في فصل الشدة آآ لما شوف إنه هو تحت المظلة في فصل الشدة من اللقاء اللي ممكن تدل على هموم أو مشاكل شوية هيتعرض آآ ليها آآ كمان آآ رؤية الشمسية آآ برضو لما شوف الشخص إنه هو تحت الشمسية آآ فبردو من الرأي اللي احيان اللي بتدل على رزق واسع للرأي. احيانا كمان الشمسية اللي لونها ازود آآ او المظلة السودة آآ بشرب بسماع آآ اخبار آآ صارة هيسمحها الرأي في فترة آآ قريبة. الشمسية من الرموز اللي بتدل على تحقيق الرأي آآ لي آآ امنية او لهدف او لطموح كان بيسعى آآ لي كمان من الرموز اللي بتدل على مكان آآ مرموكة هو هيحصل آآ آآ عليها. لو كان عاطل فمن الرؤى اللي بتدل على حصوله على وظيفة ووظيفة آآ آآ هتكون آآ مرموكة او هتكون مركز آآ آآ مرموك. ده كده باختصار اهم من التفسيرات المتعلقة سواء برؤية المظلة او برؤية الشمسية آآ في اللامنام. آآ بتمنى ان يكون اللافيديو ما عجبكم. لو في اي سؤال او آآ استفسار اكتبوا لي تحت. وانا ان شاء الله هرد عليكم. بشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو بديد. مع السلامة. اشتركوا في القناة.